منظمة قياس الأداء الفردي والإيجادة المؤسسية هي منظمة تهدف لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي عبر توفير الأدوات المناسبة لتطوير منظومة الموارد البشرية وبناء ثقافة الإيجادة في الأداء الوظيفي وتحسين نظم تقييم الأداء وربط الإنتاجية بالحوافز هناك عدة فوائد لتطبيق المنظومة للموظف والمسؤول والوحدة والمجتمع فستساعد الموظف في وضوح المهام والمسؤوليات انسجام الأهداف الوظيفية مع أهداف الوحدة تحقيق الشفافية في العمل المساندة في متابعة مهام الموظف توفير التغذية الراجعة بشكل دوري من قبل المسؤول مكافأة آداء المجيدين وتمكين الموظف من إنجاز العمل بكفاءة وستساعد المسؤول في تسهيل مهمة إدارة الموظف والمساندة في تطويره وتحفيزه وتوفير آلية لمكافأة المجيدين ومعالجة الأداء المتدني ومتابعة وتقييم مستوى الأداء أما بالنسبة للوحدة فستنشر ثقافة المنافسة الإيجابية بين الموظفين والفعالية والكفاءة في استغلال الموارد البشرية والمساهمة في الكشف عن الموظفين المؤهلين لشغل الوظائف القيادية والحفاظ على الكفاءات وزيادة الإنتاجية وللمجتمع ستساهم في تحسين مستوى جودة الخدمات الحكومية وتعزيز ثقة المجتمع بها أدوات قياس الأداء في المنظومة OKR وهي أهداف ونتائج رئيسية لكل موظف أو مسؤول بالوحدة يتم من خلالها تقييم الإنجاز بشكل دوري كل نصف أو ثلث أو ربع سنوي ويتم اعتمادها بين الموظف والمسؤول المباشر ويأتي وضع الأهداف من مصادر مختلفة كالخطة السنوية للوحدة أهداف الوحدة الوصف الوظيفي للموظف وأهداف واختصاصات الدائرة ويجب أن تكون هذه الأهداف ذكية أي أنها محددة ويمكن قياسها ويمكن تحقيقها ومرتبطة ولها علاقة بالهدف الرئيسي ومحددة زمنيا وسيتعين على كل موظف وضع خطته الفردية حيث سيقوم بتحديد الهدف وتحديد النتائج الرئيسية للهدف تلخيص للأعمال والمهام والأنشطة المترابطة التي تحقق النتيجة الرئيسية تحديد نوعية المؤشر الذي سوف يقاس عليه وزن الهدف وتحديد المستهدف والإنجاز الفعلي للهدف أبناء عمان الأوفياء إن الأمان المقاه على عاتقنا عظيمة والمسؤوليات جسيمة فينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه وأن نسير قدما نحو الإرسال